فإذا الأستاذ طارئ أنديل المصرفي الكبير من خلال البنك التجاري الدولي إزاي بهذه الخبرات المصرفية المهمة يقدر يفيد النادي الآلي على الأقل في مراحل التحول الاقتصادي الكبير اللي النادي بيمر به بوصحيك دايما أنا حتى في شغلي كده دايما العمل الجماعي هو اللي بيبني أي مؤسسة ما فيش عمل قائم على فرض وفي النادي الآلي الحمد لله برضو نعرفنا كده يعني متعلمين هكده يعني لو تبص حدك لأسبابها الموضوعية هي أن دايما الفرض في وسط مجموع هو دا اللي بيبني يعني مش بنقول أن يكون المجموع أو الاختيارات تكون أفراج كتير بلا هدف يعني لا بيكون اختيار دقيق لكل فرض في كل كفاءة له كفاءة معينة وفي النهاية حاصل الكفاءات دي هي اللي بتدي نتيجة ومنتج كويس للنادي له فخبراتي موجودة وكلنا بنتعاون مع زملائي إن إحنا ود لها كده في المجلس اللي فات كان عمل جماعي في كل حاجة الحمد لله فحيطة كفرد الوحدي لا الحمد لله موجودة القدرة على العطاء للنادي الأهلي والأعضاء وجماهيره وبتترجم في ظل عمل جماعي بيكون موجود جوه المجلس فبننقب نفسنا شوية عن حيطة ايه أنا هقوم بالدور الفلاني لا هو بيبقى من خلال المجلس الحمد لله ما يكلفك بيه مجلس الإدارة أو المبادرات اللي بتقوم بيها وتريدها على المجلس وفي الأخر المنتج بتاعي بتاعي النادي الأهلي كله يعني بنبقى قاعدين في مجلس إدارة ممكن زميل ليه يعرض حاجة معينة أو كابتن محمود الخطيب يدي له ملف معين أبدع فيه عرضوا على المجلس خد موافقة المجلس بنخرج من المجلس ده المنتج ده بتاع النادي الأهلي مش شخص مننا بينه لأن في النهاية أنا هقول لحيك حاجة لو أنا أكلفت بحاجة معينة ممكن التكليف ما كانش يحصل أصلا لأنه هو قرار المجلس وفي نفس الوقت الموافقة النهائية على ما أعرضه أو مخترحاتي أو خلاصة فكرة الواحد في عمله وخبراته اللي بيعطيها للنادي الأهلي في النهاية هي بتبقى يعني بموافقة المجلس وفي نفس الوقت بتكون إجمالي عصر زهني لكلنا كأعظم مجلس الإدارة ده شيء رائع جدا